ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على برج السور ونصائح مهمة جدا جدا تخص شهر يناير لعام 2021 برج السور من اهم النصائح اللي عايزة اتكلم عليها وهي ان احنا لازم نعيد التفكير في امر معين في موضوع شوية يمكن الموضوع ده شائك يعني موضوع ممكن يكون ليه علاقة ببداية ممكن يكون ليه علاقة بانفصال ليه علاقة بموضوع ان انت تبتدي بداية جديدة تدي فرصة مرة تانية لحد ايا كان القرار ده ايا كان الموضوع ده ايه لازم انك تعيد التفكير في مرة واثنين وثلاثة ما تتسرعش يا برج السور عشان التسرع هيكون اخر ندم عندك بالفعل بدايات قوية جدا جدا حاول كمان تستغل طاقة الدعم او الدعم اللي موجود حواليك عندك ناس بالفعل هتدعمك بشكل قوي عندك اشخاص قد ايه هم بيحبوا الخير ليك يعني عندهم القدرة ان هم يساعدوك في امور كتير فمش هيكون اكيد يعني مش هيبخالوا عليك بمعلومة او بقرار برج السور النصيحة التانية مهمة جدا حازر من عمليات النصب والاحتيال حازر من ان انت تمضي على عقد والعقد ده يكون فيه بند انت مش واخد بالك منه تماما ويتمسك عليك بعد كده حاول على قد ما تقدر انك انت تخلي بالك من الشروط الجزائية حاول على قد ما تقدر انك تخلي بالك من الاوراق والاختام بتاعتك حاول انك انت لما تكون قاعد في مكان او رايح على حاجة تشتريها او تجيبها او تباعها انك يكون معاك محامي او شخص مستشار قانوني يعني تقدر ان انت تستفاد منه او ان انت تفهم انت الخطوات اللي انت بتعمله سواء خطوات صحة ولا خلط يعني حازر من النقاط دي لانه هيكون بالفعل انت عندك فيه اخطاء ممكن ترتكبها وانت مش واخد بالك وكل ده هيكون ليه علاقة بالنصب والاحتيال عندنا شهر على فكرة ايجابي جدا ممتع جدا يعني بعيدا عن الايام اللي فيها قلة حظ لازم ان احنا نكون عشان تمتلك الايجابية وان انت تاخد من حيث الشهر ده كل الفرص انك تكون واخد بالك من الايام اللي فيها قلة حظ او انتقاط السلبية بالنسبة للناس الجديدة الاول مرة بتدخل بتشوف فيديوهات النصائح احب ان انا اوضح حاجة ان احنا اتكلمنا على التوقعات ولكن ده اسمه فيديو نصائح يهمنا جدا ان احنا نوضح ان ده للايام اللي فيها قلة حظ الناس اللي امتبعين يؤذروني انا بوضح ده لان انا برد على التعليقات بلاقي ناس كتيرة لسه دخل على القناة فبتبقى مش فهمة فبتقولك ايه ده ايه النصائح دي واحنا كده عندنا شهر مقفول بقى فالمهم احنا بنعمل توقعات ولكن دي نصائح تخص الايام اللي فيها ضغط شوية او فيها سلبية بالنسبة للنصائح برضو المهمة جدا جدا وهي الامور العائلية عندك تدخلات عائلية كتير في امورك الحياتية اعمل كذا ما تعملش كذا روح لا ما تروحش تعالى لا اعمل ما تتكلمش فكرة التدخلات دي هتخليك في الاخر انك محبط محبط يعني ياريت بس ان انت ممكن تكون بتتصرف تصرفات غلط لا هتخليك او ممكن يوصلك الموضوع لا احباط فخلي بالك جدا جدا كتير هيكون نقص نفسه خلال الفترة اللي قبل كده وعمل حدود لا ما تدخلش في حياتي انا حر في حياتي لكن اللي لسه سايب الدنيا عائلة هيكون عندك مرحلة احباط يعني ممكن كمان يكون عندك ان انت مضغوط او تحس ان انت مضغوط نفسيا تحس ان انت مش عارف تتصرف او تاخد قرار بورج لصور كمان من الحاجات المهمة جدا ان انت لازم تخلي بالك منطقة الحسد والغلة ازاي دا يعني انت عندك فيش اشياء كتير ايجابية عندك بدايات موفقة جدا عندك فعلا فيه تمايز بشكل حلو لكن لازم تكون حريص على حاجة معينة ان انت تكون واخد بالك من ان فيه اشخاص كتيرة حزينك اشخاص كتيرة بيتمنوا الشر ليك اشخاص كتيرة عندهم حتة اللي هو ليه انت تاخد كل حاجة ليه مش عارف ايه كمان هتلاقي اسلوب الاعتراض دا على امور كتير جدا جدا الناس اللي ممكن يكونوا مشاهير او ناس اللي ليهم علاقة بالميديا الناس اللي ممكن يكون لهم هم مركز في شغلهم وهم حاجة كبيرة لازم تكون واخد بالك جدا من المواقف دي لانه هتلاقي كتير بيعترض على مركز على منصب انت بتوصله على شيء انت بتوصله وسبب الاعتراض ده هو غل وحقد كمان حاجة تانية هتلاقي اشخاص بتنتقدك ومن الاخر كده بتعيب عليك بتعيب عليك لأي سبب من الاسباب انك ما تستحقش كذا انك كذا انك كذا تنش تنش ده اهم حاجة لازم تخلي بالك جدا منه هو اسلوب التطنيش اسلوب التجاهل تجاهل اللي بيحاول انه هو يتكلم عليك لو اديت لو اديت واحد في المية من الاهتمام للاشخاص دي محدش هيتضر اللي انت خلي بالك جدا جدا يا برج السور من النقطة دي طيب برج السور كمان من الحاجات المهمة جدا جدا ان هيكون عندنا انت عندك فيه تميز وفيه ايجابية وعندك كل الحاجات دي بس حاول على قد ما تقدر ان عندك خطط ما تعنينش عنها حاول انك تكون غامض اهو برج السور انا بسميه اللي هو يصر اغنيتله يا واليا تقيل بس في نفس الوقت سواء رجل او مرأة خلينا نكون فعلا ناس تقيلة وفي نفس الوقت ما نكونش سهلين ولا ان احنا نكون بنعلن عن شيء احنا ممكن نعمله فيه الوقت القريب او الوقت الاين كان لا داري فاجئ الناس فاجئ الناس بايجابيتك فاجئ الناس بمواضيعك يعني ما بلاش اللي هو التحضير ده ليه عشو ما تتنشش عينه وعشان كمان حاجات تانية كتير عشان ما يحضو لك شعقبات قدامك من حيث ان فيه اشخاص هم قد انت بتنرفزهم وقد انت بداهم دول كتير لكن حاول على قد ما تقدر انك تبتعد عن المشاكل القانونية عن ان انت تكون هو عندك موضوع قانوني وممكن يكون الموضوع القانوني ده او موضوع خلاف كبير بس الموضوع ده مخلصي يمكن خلص من حس الوجه العامة اللي هو الناس شايفة لكن ما بينك وما بين حد لسه مخلصي حاول على قد ما تقدر انك تلاين الموضوع وانك تخلي الموضوع يمشي بالشكل اللي هادي ما تكبرش للا ان الموضوع ده ممكن يكبر بشكل قوي جدا جدا موضوع قانوني فات قدم ممكن يتعاد مرة تانية بصورة قوية جدا وعنيفة برجل صور كمان حاول ان انت ما تستفزش الاخرين حاول انت تتعامل بهدوء تتعامل بحكمة كون حكيم في اراءك واختياراتك وكراراتك ده يخليك ان انت تكون الدنيا معك ماشي بشكل الطف اما انك استفزت الاخرين فده يخليك ان انت تعاني بشكل قوي جدا ويخليك ان انت تخسر كتير برجل صور كمان من الحاجات المهمة جدا جدا هي الامور الصحية لازم تهتم بصحتك لازم تهتم بي ان انت يكون جسمك يعني فيتاميناتك حاول على قد ما تقدر انك تكون متابع نفسك متابع ان انت بداية انيميا عندك هل انت المناعة قوية عندك ده كله على فكرة بيتعرف الانسان بيعرف نفسه بيتعرف انت عندك نقص فيتامين ايه بيتعرف ان انت عندك ايه فحاول على قد ما تقدر ان اي عرض من الاعراض ان انت تكشف او تشوف ايه ده حاول على قد ما تقدر انك تزبط الفيتامينات اللي بجسمك انك تقوي المناعة من حيث نظام الغذائي من حيث فيتامينات عقافير من حيث ادوية من حيث علاج من حيث مشروبات حاول على قد ما تقدر انك تهتم بصحتك كمان حذر من التصرع التصرع فيه القيادة التصرع فيه الحركة التصرع فيه ان انت بتشيل وتحط ان احنا بنوضى بحاجة ان احنا بنروى كل ده وتخلي بالنا جدا منه الصحة النفسية برضو لازم نكون حارسين جدا عليها وهي ان احنا نبتهد عن مقارنة نفسنا بالاخرين او ان احنا نسمع ان الاخرين يقرنونا بحد ده هيخليك ان انت تكون محبط يخليك ان انت تعاني بشكل قوي جدا يا برج السور برج السور دعمك بالاخرين دعمك القوي بحد يعني فيه حد بيدعمك انك واقف انك ثابت انك قوي ده شئحة او فيه شخص مدعمك جدا حاول على قد ما تقدر انك ما تخسرش الشخص اللي بيدعمك ده حاول انك تبتعد عن الغيرة الغيرة على الشريك عن الشخص عن الاهل يعني برج السور انت غيران على الاهل غيران على الشريك غيران على الحبيب فعندك ده جدا فحاول ان انت تكون اهدى ما بلقاش حتة الغيرة خلينا ان احنا اللي هو عادي يعني خلي المواضيع عادي لان الغيرة القوية دي بتسير المشاكل خاصة لو انت مرتبط بابراج معينة برج الثور عندنا يعني في نصائح كتيرة جدا لكن عذروني ان انا ممكن اكون طولت عليكم او قلت حاجات كتيرة ممكن تحسوها تقيلة شوية بس كلها تكون فايدة لنا اكيد في خلال شهر يناير من خلال التوقعات الاسبوعية هتكلم برضو على نصائح في الاسبوع نفسه يعني من ضمن التوقعات الاسبوعية هتكلم على نصائح مهمة جدا تخص كل اسبوع انا مشكركم جدا برج الثور با اتمنى لكم شهر ممتع ايجابي سعيد ما تنسوش لايك وشيرك في قناة وتفعيل الجرس سلام